شهد سكان أربعة عشر ولاية أمريكية كسوفاً كلياً للشمس حيث تابع الملايون عاملية تغطية ظل القمر كلياً لقرص الشمس خط الكسوف مر عبر عشر ولايات أمريكية من ولاية أوريغونا إلى ولاية كارولينيا الجنوبية وغطى خط الكسوف لولايات المتحدة لأول مرة منذ تسعة وتسعين عاماً من أقصى سواحل الغرب إلى أقصى سواحل الشرق هذه الظاهرة تسمى بالكسوف الأمريكي العظيم وأول من شاهد هذا الكسوف كان مئات الآلاف من الأمريكيين الذين حضروا خصيصاً إلى مدينة مدراس في ولاية أوريغونا وفي واشنطن ومن شرفة البيت الأبيض تابع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وأفراد عائلته هذا الحدث